بعيدا عن المشروع الوطني قد تكون هذه نقطة اتفاق ما بين الجانبين ولكن كلاهما يبدو أنه راض عن الوضع الذي فيه الآن وكلاهما راض عن امتيازاته هل توافق؟ فتح أكثر ربما فتح بالضفة خليلا أقول فتح أبو مازن مؤتمر السابع أنا بسميه تميزا عن اتجاهات أخرى بالحركة ربما تشعر أنه الوضع هيك بناسبة لأبو مازن الاستحقاق الوطني العام سيفرض عليه تطبيق قرارات هو اتخذها مش حدا غيره أي حالة وحدوية بدأت تفرض عليه تطبيق قرارات المجلس المركزي اللي من 2015 وأول هاي القرارات وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وأي وقف تنسيق أمني من قبله أعتقد أنه ستفتع عليه أبواب جهنم لأنه يعرف تعرف إسرائيل تماما ما لديها على محمود عباس لذلك في ظل حياة محمود عباس لن تروا مصالحة وطنية وأنا بحكي تصريح ويسجلوا عليه أي واحد فيه لن تروا مصالحة وطنية في حياة محمود عباس لأنه أي مصالحة وطنية تعني أول ما تعني نترك كل الجانب الوطني الفلسطيني حطه كل هذا على الجانب فخط تطبيق قرارات مجلس المركزي وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال فك الارتباط الاقتصاد بالاحتلال إعادة تشكيم الأظمة التحريع على أسس الوضع السياسي الجديد بما فيه حماس والجهاد وهذا توازن سياسي عمليا سيطيح بدور فتح التاريخي هذا هو المرض ولذلك هو لا يستطيع أن يغضب الاحتلال إطلاقا ولا يريد أن ينهي سياسة ولا يفك الارتباط لا اقتصاديا ولا أمنيا مع الاحتلال لأنه ذلك يعرف تماما هو يعرف شو عمر للشعب الفلسطيني بيعرف تماما شو قدم شو عنده ملفات من 95 من لقاءه بشارون في 1995 في مزرعته بالنقب ماذا دار بين شارون ونحمد عباس في حياة ياصل عرفات لذلك مش صدفة أبو عمار قال انت كرزاي فلسطين أبو عمار مش واحد بيع بلعب كرة أبو عمار قائد سياسي تاريخي عندما يتهم شخص أجبر عن يكون رئيس وزراء وأمين سر لجل تفليل من نظر التحليل أنك كرزاي أعتقد أنه هذا يكفي لوحده أن يحاكم وهو حي وهو ميت لذلك هو لن يقبل على الإطلاق أي شيء من أشكال المصارحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر